ميدا حبيبا بقالنا سنين كتير بالنادي يعني عدد سنوات كتير جدا بالنادي بالنقطة دي ان ازاي ان احنا نقطر عدد اللعيب المحترفين والاسف مش عارفين نتحرك من الكورنر بتاع ان انت عندنا belong ان كل سنة يبقى عندنا تلاتة اربعة العيب يقدروا انهم يسافروا برا ويلعبوا تدريجيا في أوروبا بص يا مين هو موضوع مهم جدا جدا لان انت هتخش على مرحلة خطرة جدا انا خايف نبقى زي المجر بعد عشر خمستاشر سنة انه هو دولة كبيرة جدا وبنندم وبنتكلم على التاريخ لان كل الناس اللي حوالينا بتجري واحنا عملين بنتفرج عليهم زي ما انت عارف ان كل دور العالم دلوقتي اهم حاجة عندها ان هي تصدر اكبر عدد من اللعيبة للخارج لان ده اسلم واسرع طريقة للنهوض بالكرة فاي بلد يعني لما مدرسة كروية اكبر مدرسة كروية مثلا في العالم اللي هي البرازيل برغم ان عندها دوري محترم وعندها مجموعة مواهب كبيرة جدا في الدور البرازيلي بتخيل عندها كم محترف مثلا بيدو 1600 محترف رقم مرعب لما بتيجي تتكلم على تاني اكتر دولة تصديرا للعيبة الارجنتين 972 فرنسا بتيجي في التالت 760 لعيب هتيجي تقول لي عشان انت بتتكلم على البرازيل وفرنسا والارجنتين هقولك ماشي تعال خلينا في افريقيا مصر بجلالة ادراه بتاريخك كبير في البطولات افريقيا على مستوى المنتخبات او الاندية لم تتخطى المية وخمسين محترفين انتو انا بكلمك بقى بتاريخها على عمان واليمن والدقل الخليج واوروبا واللي انت عايز اما بتيجي تتكلم بقى على افريقيا بكلمك في 150 لعيبة على مدار التاريخ تعال نقف عند نيجيريا اللي على قمة الكرة في افريقيا عندها 399 لعب محترف رقم يخض منهم يعني كم لعيب بلا في اوروبا بس لا دا عندهم بتاع 87% كلهم درجة اولى يعني بيلعبوا في الدوريات الكبيرة وكلهم بيلعبوا في الدرجة الاولى بتيجي دلوقتي بتيجي تبص مثلا لما انا بقى في تاريخ 150 وفرقة دولة زي نيجيريا 399 انا بص كده اميدو نيجيريا اول القرب 399 بل بيمتلكوهم دلوقتي بيمتلكوهم 2019-2020 موجودين غانا في المركز التاني 312 السنغال 260 كودوفوار 240 الكاميرون 180 مالي 85 جنبيا جنبيا 61 المغرب 52 زنبابوي وغينيا 50-50 هتيجي تقولي طب مصر فين هجي اقولك مصر في المركز الخمستاشر ب33 لعيب محترف احنا عندنا السبع تمانية التسعة الموجودين منوارين هما دول اللي احنا بناخدهم الباقي طبعا في ناس ما تعرفش اسمائهم وبيلعبوا في دوريات غريبة لكن على الترانسفير ماركت والحادي هما دول عدد المحترفين الموجودين فدي حاجة مقلقة حاجة مقلقة لان انت بتعتمد على الدور المصري والناس اللي حوالك ودي هتلاحظها هاميدو انت راجل مدرب وفاهم زمان لما كنا بنخش تسفيات في افريقيا او تسفيات كس عالم كنا بنجي كلنا كجمهور في التسفيات نجي نقول معنا مين مغرب تونس جزائر سنغال كودوفار بيتبقى عنينا على المنتخب ده والفريق التاني والتالت بنوضمنين ان احنا نكسبه هناك وهنا ويبقى الصراع كله مع على البطاقة على الفريق القوي لكن دلوقتي مشكلتنا الكبيرة هي ان انت بيطلع لك منتخبات انت مش عامل حسابها زي في التسفيات دلوقتي انت معاك نقطة طي مثلا منتخب زي اغندا انت مش عامل حسابه ارهقك في كاس امم ارهقك في تسفيات كاس عالم حلم زي كاس العالم 2018 الكونغ وبرازافيل بنكسب بالعافي عشان توصل لكاس عالم لان كل اللي حواليك بيجري وكل اللي حواليك بيطير طب فين المشكلة المشكلة انا عاملها زي الهرم لان هي معقدة ومتشابكة انت بتتكلم الاندية عليها لوم واللعيب عليها لوم والمنظومة نفسها عليها لوم لما بتيجي تقول طب نقطة نقطة الاندية تعنت الاندية والارقام المبالغ فيها عشان اصفر لعيب انت راجل قاعد قدامي مثل اهو انانجح المحترفين اللي جون في تاريخ مصر راجل لما خبطت على الباب عايزة سافر تقالك لأ فما فيش نادي كبير اهلي او زمالك هتخبط على الباب على الادارة عايزة سافر اقول لك اه غير لما تبقى لعيب درجة اولى قوي وعندك شخصية ومؤثر انا راجل مش هلعب انها سافر هتسافر ساعت انا ماشي بس انت عندك المقاولين في تجربة صلاح والنين انا لا اقوله لك ان هما قالوا وعندك امبي في تجربة المحمدي لا اه طبعا ان هو قالوا لو في عرض انا اتكلم عن اندية كبيرة اميدوا اللي هو القدين اه بس شما ممكن اقولك هاي بمراجعة الارقام اللي انت بتقولها انت بتتكلم عن ناجيريا وغانا والسنغال وكو ديفوار والارقام التانية اللي احنا شفناها انا اقولك هما عندهم ايه هي الاضافة اللي موجودة في البلان بتاعهم وفي التخطيط بتاعهم اللي لسه مش موجودة عندنا في مصر لكن دلوقتي هيبتدي يتنفس في مصر في تقدم حصل واللعيبة نفسها نفسيا اتغارت وعايزة تسافر لا انا هقولك ايه قص تمام معظم اللعيبة اللي انت شايفهم مسافرين من السنغال وكو ديفوار والكاميرون وغانا ونيجيريا وكل الكلام ده كله معظمهم مش خارج من اندية عايش لك لا خارج من اكاديميات يعني انت في لعيبة في اكاديميات دلوقتي في افريقيا عشان بتؤسس بتؤسس اكاديميات بتاع تيوث اكاديميز بس ما لهمش فريق اول اه لا انا عارف وتلات شلسي فتح في غانا وتلاقي في ناس كتير بتفتح اكاديميات في اكاديميات دلوقتي زي مثلا جي ام جي في كو ديفوار اللي خد الفرانشايز بتاعها ماجد سامي في مصر وطلع منها هلال وعب في اكاديميات كتيرة جدا في غانا والسنغال ابريمان داي ودي دجلة جايبه من اكاديميات دلوقتي عندك معظم اللعيبة اللي بتاخد الخطوة لانها تسافر اوروبا الاكاديميات دي اساسا تم انشاءها لتصدير المحترفين مش ان هي عشان اللعيبة دي تلعب فريق اول في الجوة البلد افضل يعني بيبني اكاديمي youth academy اكاديمية ناشئين هدفها الاساسي هو تصدير محترفين لبرك والليفل بي بقى بتاعهم اللي مقدرش يسافر برا ساعتها يروح للاندية هو ده اللي احنا عايزين نقوله ده اللي احنا هنعمله هنا اه ده اللي احنا عايز يقولك عليه يعني انا كنت هدي للمقولين حقه هدي دجلة حقه هدي الاندية دي حقه انا اتكلم دلوقتي عالقبين ليه قبين لان انت دلوقتي بتتكلم ان اي لعيب لو مسيكت موبايل اتكلمت اي لعيب كرة انت ما جالك عاد احتراف اه طب ما سافرتش ليه النادي ما وفقش لا الف بي ليه لان الاندية